داء الاستبدال أشد وطأة من الوباء أكثر هولا من الحريق أعظم تخريبا من السيل داء تحذر ليبيا اليوم من الوقوع بشباك سمومه التي لا تبقي ولا تذر صحف بريطانية وعلى رأسها الجارديان وسندي تايمز أبدت اهتماما كبيرا بتطورات الأحداث في ليبيا على خلفية العملية التي يشنها خليفة حفتر على العاصمة ترابلوس وحذرت من أن ليبيا قد تجد نفسها تحت سلطة مستبدة جراء ذلك صحيفة الجارديان قالت في تقرير لها أن ليبيا قد تجد نفسها بعد ثماني سنوات من سقوط نظام معمر القذافي تحت هذه السلطة المستبدة وذلك بسبب عدم وقوف بعض الجهات الغربية في طريق حفتر نحو السلطة الجارديان بيّنت أن الدول الغربية لا تساعد في إرساء الديمقراطية في ليبيا بل تنظر إلى الأزمة في البلاد من ناحية دور ترابلوس في وقف موجات الهجرة ومكافحة الإرهاب وإنتاج النفط وذهبت الصحيفة أبعد في وصف التخاذل الغربي في حل الأزمة الليبية قائلة أن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة متردد بإصدار بيان يدعو فيه قوات حفتر إلى وقف زحفها نحو ترابلوس ورأت الصحيفة أن ذلك التردد ناتج عن الدعم الذي يتلقاه حفتر من بعض الدول العربية ومن بعض الأطراف في الحكومة الفرنسية صحيفة السندي تايمز صادقت بدورها على الكثير مما جاءت به الجارديان وذهبت أبعد في توصيف وتحليل ما يجري في ليبيا وبالذاته في العاصمة ترابلوس السندي تايمز قالت في تقرين لها أن الجنرال حفتر الذي وصفته بالماريقي وأمير الحرب الذي دربته الولايات المتحدة وتدعمه روسيا يغتنم فرصة حصار ترابلوس لتحقيق أطماعه في الوصول إلى السلطة وتذكر السندي تايمز أن هجوم قوات حفتر على ترابلوس تزامن مع زيارة أنتوني الأمين العام للأمم المتحدة في خطوة تدل على ازدراء حفتر لخطة تقاسم السلطة الأممية والتي بموجبها يثولى حفتر قيادة الجيش والأجهزة الأمنية في الحكومة التي يرأسها فايز السراج بدعم من الأمم المتحدة لكن حفتر قدر أن خصومه في حالة ضعف كبير ورأى أنه لم يعد ملزما بتقاسم السلطة معهم وبذلك يمكنه الاستيلاء على الحكم لوحده ما جاءت به الصحف البريطانية اليوم يؤكد الحجم الكبير للأطماع الغربية في ليبيا وبالذات في نفطها الأمر الذي أكدته صحيفة وولد سريت جورنال الأمريكية بتحذيرها من زعزعة أسواق النفط العالمية نتيجة تجدد الصراع في ليبيا الذي يأتي في وقت تزداد فيه أسعار النفط ارتفاعا الأمر الذي يقوض وكما تقول الصحيفة خطط الولايات المتحدة لخفض شحنات النفط من إيران وفنزويلا إلى الصفر ترجمة نانسي قنقر